متواصلين معاكم مشاهدين الكرام في هذه الأمسية وكما شاهدنا استعدادات انطلاق النسخة 48 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والذي سنقوم بتغطية فعالياته على مدار الخمسة أيام القادمة من خلال نقل مباشر وحي من مركز إكسبو الشارقة اعتبارا من يوم الغد وإلى موضوع آخر من مواضيع هذه الأمسية مع الدفاع المدني بالتحديد حيث تتميز الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة من خلال قسم الاستراتيجية وتطوير الآداء والذي من شأنه أن يعزز الدور الذي تقوم به الإدارة وتطوير كذلك هذا الدور وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير للجودة للحديث أكثر عن قسم الاستراتيجية وتطوير الآداء يسعدني أن أرحب في الاستيديو بالأستاذة أمينة علي الحمادي وهي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الآداء بالإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة أمستاذ شلّة بالخير أختي أمينة وحياة شلّة أمستاذ النور والسرور ومشكورين على الاستضافة العفو والله يحفظك يعني في البداية لابد من التعريف بالأدوار المناطة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة نحن نتحدث عن دور قسم الاستراتيجية في دعم الأنشطة والعمليات الرئيسية التي موجودة في الإدارة العامة للدفاع المدني نعم اليوم دور قسم الاستراتيجية لكن بغيت أبتدي أنها حال أي عملية إدارية موجودة لها مدخلات تمر في عمليات ولها مخرجات اللي هي الوثيقة والخارطة الاستراتيجية اللي تطمن تحقيق التوجه الاستراتيجي حماية الأرواح والمتلكات اللي هي أهمها طبعا نحن نرصد ونفهم توجهات الحكومة المحلية المتمثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المتمثلة في التنمية والتركيز على العنصر البشري على الأسرة على الطفل على كبير السن على دوي الاحتياجات فيجب عكسها هذه في مبادرات ومشاريع وإجراءات عمل ميداني لضمان سلامة الأسرة الذي هي كينونة وأصل أي مجتمع قائم موجود أيضا نعمل على رصد الاحتياجات الموجودة في المجتمع لأفراد المجتمع لمتعامليننا لشركائنا لمورديننا ونعكسها ونفهمها ونحسن في إجراءاتنا وعملياتنا وخدماتنا المقدمة لهم ونعكسها في مبادرات مشاريع العمل أيضا نعمل على تهيئة البيئة الابتكارية التي موجودة في الدفاع المدني لإحتضان هذه الابتكارات وتحويلها لمشاريع ابتكارية تعمل على نقلة نوعية وتحقيق الرياضة التنافسية لعمل الدفاع المدني في إمارة الشارقة وفي بعضها عمليات متكاملة وبعد نقدر نضيف عليها الجودة واعتماد المواصفات العالمية والامتثال لها وتطبيقها والعمل على مراجعتها وتحسينها ممتاز أستاذ أمينة أختصارتي دور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات قسم الجودة وتطوير الأداء معني بشكل مباشر في تنفيذ هذه المهام المتعلقة في تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة في الإدارة العامة للدفاع المدني سواء من خلال برامج تدريبية من خلال ورش عمل من خلال كذلك طلاعهم على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الدفاع المدني محليا أو إقليميا أو حتى عالميا يعني حتينا عن هذا الدور المهم كذلك نحن نعمل في قسم الاستراتيجية بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية مثل قسم الموارد البشرية وبالتعاون مع الرئيس المباشر للرجال الأطفاء نعمل في وضع منظومة تطوير تعمل على التوائم مع الكفاءات والمهارات المطلوبة في الرجال الأطفاء اليوم عندك مهارات إدارية يجب أن تكون يتسلح فيها رجل الأطفاء أو نقول أبطال الدفاع المدني مهارات ميدانية في اتخاذ القرار جمع المعلومات صنع القرار في أعمال الميدانية في الضغط يكون هائل جدا على رجل الأطفاء أيضا التعامل مع المعدات وعمليات المكافحة التي تعتمد على تصميمها في معايير عالمية ودولية لضمن السيطرة على هذا الحادث وعدم انتشاره وتقليل التأثير به ووصل إلى الحد الأدنى من الخسارة في الأرواح والممتلكات فهي منظومة متكاملة يتم العمل عليها مثل ما تفضلت حضرتك يتم بناءها بالتعرف على أفضل المارسات بالتعرف على المراكز والأكاديميات العالمية والمحلية لموجودة مثل أكاديمية الدفاع المدني التي هي محط أنظار العالم الآن أكاديمية شرطة دبي أكاديمية العلم الشرطية في إمارة الشارقة نحن نعمل في قسم الاستراتيجي على وضع أطر علاقات مرسومة ومحددة للوصول لأفضل برامج التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية لرجل الأطفاء ليتمكن من حماية نفسها في البداية وسلامة رجل الأطفاء وتقديم خدمات الأطفاء والإنقاذ للمجتمع وأفراد المجتمع جميل شاهدنا خلال اليومين الماضيين الاستعدادات المسبقة لأبطال الدفاع المدني كما تفضلت وأطلقت عليهم وجهزيتهم فيما يخص الحالة المدارية شاهين واستعداداتهم لأي ظروف جوية قد تنتج نتيجة تحديدا هذه الحالة المدارية هناك ربما تدريبات خاصة يقوم بها أفراد الدفاع المدني من خلال قسم الاستراتيجية وتطوير الآداء لمحاكات مثل هذه الظروف التي تتعلق بكوارث جوية أو نزوح أو أي سيناريوهات يتم الإعداد لها مسبقا يعني جانب مهم أتوقع أو عندكم إضافة في هذا الخصوص نعم نعمل في قسم الاستراتيجية إلى إيجاد المواصفات العالمية التي تضمن الاستعداد فمثلا نعمل جنب بجنب مع إدارة العمليات لتحقيق حصول على اعتماد على المواصفات السبارية للعمال هي أحد عوامل نجاح التأهب والاستعداد للأزمات والكوارث الطبيعي التي تفضل فيها أيضا نعمل على المواصفات التي تتبنى الفكر تحليل المخاطر فعملية إدارة الحدث تبدأ قبل حدوث الحدث لأننا نعزز عملية التنبؤ ورصد هذه المخاطر قبل حدوثها تحليل هذه المخاطر على كافة القطاعات الاجتماعية الاقتصادية الموجودة في إمارتنا الحبيبة إمارتنا الباسمة بعدين ننتقل إلى وضع سيناريوهات كيف نتعامل معها ويتم قياس كفاءة وفاعلية هذه السيناريوهات من خلال تمارين استراتيجية بمشاركة فرق الإطفاء بمشاركة فرق الجهات الحكومية المحلية وقطاع الخاص أحيانا فاليوم استجابة إلى الحدث دعونا نرى بمنظور كامل الآن في وقتنا في يومنا هذا الدفاع المدني جاهز في المنطقة الشرقية فرق الإطفاء جاهزة لأي طريق يحدث في إمارتنا الشرقية والوسطى والمنطقة الشرقية الدفاع المدني جاهز لاستضافة الفعالية التي تكون في إكسبو مثل ما تفضل فيها بداية التقرير الدفاع المدني جاهز وما زال يتعامل مع جائحة كورونا فتخيل أنت هذه الأحداث والأزمات والكوارث ومدى الاستعداد هي منظومة بالفعل موجودة وجاهزة قبل حدوث الحدث صحيح يعني هذه المنظومة كما تفضلت يتم تأهيل العاملين عليها بمختلف رتبهم الوظيفية سواء كانوا ضباط صف ضباط أو أفراد كذلك يعني من خلال السيناريوهات كما ذكرنا معدة مسبقا يعني ما فائدة الإعداد المسبق والجوزية المسبقة في التعامل مع هذه الخطط والسيناريوهات التي تتعلق بحدوث حالات طارئة يعني عندما تحصل مثل هذه الحالات كيف ينعكس مثل هذا التدريب ينعكس عليه أو شيء في إيجاد خطط التعامل المباشرة رقب واحد إيجاد نقاط التجمع اللي لازم تكون موجودة المشاركة في اختيار مناطق الإيواء اللي تكون موجودة اختيار المعدات وسيناريو الاقتحام لهذا المكان والإلقاظ اللي موجود أو موجود محصورين أو مفقودين في هذا المكان هذه كافة السيناريوهات تبنى بعد تحليل أثر هذا الحدث ينفهم شو تأثيره على الفرد اللي موجود في هذه المنطقة المباني والمرافق العامة اللي موجودة في هذه المنطقة بعدين يتم تحديد تأثيرها وبناء هذه السيناريوهات عشان أبني السيناريوهات ليش أنا قلت لك أن نتحول إلى إيجاد تمارين في هذه التمارين يتم وضع سيناريو حقيقي يدخل رجل أطفاء أو بطل الدفاع المدني مثل ما قلنا يتعامل مع هذا كأنه موجود فيتم تدريب على الاقتحام على المكافحة على أخلاء المكان على التعامل مع الناس المتضررين أو اللي يحتاج إنقاذ ليه ما يحوديه في المنطقة الأمنة أو يأخذها للمنطقة الأمان بعدين يبدأ يكافح أو يقلل تأثير هذا الحدث على هذا المرفق أو المبنى اللي موجود في إمارتنا الباصمة جميل يعني يمكن أستاذ أمينة بعض من يشاهدنا ويستمع إلينا كذلك يعني يحصر عملية رجل الأطفاء في القيام فقط بالتدخل في حال وجود حرائق ومن ثم كذلك استخدام خرطوم الأطفاء وغيرها كذلك من الوسائل التقليدية ولكن اليوم عمل الأطفاء في تطور مستمر مواكبة لكل المستجدات في السابق كانت يعني أتكلم عن قبل أكثر من عقدي من الزمن كان الوضع جدا بسيط تعامل مع حادث حريق في مبنى أو في منزل أو في يعني بنايات سكنية لا تتجاوز العشرة أدوار اليوم هناك ناطحات سحاب تعامل مع ربما كذلك قاطرة بحرية في عرض البحر أو غيرها من الكوارث فهذا التغير وهذا التطور انعكس كذلك في المقابل على الأداء الإداري للهيكل التنظيمي للإدارة العامة للدفاع المدني يعني ما أهمية إضافة أقسام لتطوير الأداء والجودة في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للدفاع المدني اليوم لأي تخطيط يجب أن يكون فيه مخرجات اليوم دور وحدات التخطيط الاستراتيجي بمختلف مستوياتها سواء القسم سواء إدارة سواء مكتب يعمل على إيجاد مقاييس ومؤشرات تضمن تحقيق هذه التوجه الاستراتيجي مثلا يوم بنتت سألتني عن سؤال تدريب اليوم أنا يجب أن أضع مقاييس قيس كفاءة فعالية التدريب رضاء المتدرب الذي هو رجل الطفاء عن هذا التدريب فاليوم وجود آلية لإدارة الأداء تبين البوصلة نحن في صدد تحقيق هذا التوجه أو في انحرافات يجب وضع إجراءات وقائية لعدم حدوثها فهذا دور الوحدات التنظيمية التطويرية فيها مثل ما قلنا الابتكارات مثل ما بديت حديثي معك إيجاد بيئة حاضن الابتكار اليوم نحن معنا مكتب موجود وشراكة استراتيجية مع مجمع الأبحاث والتكنولوجيا والابتكار اللي موجود في الشارقة ونشكرهم من خلال نافذتكم تم إطلاق مركز ابتكار خاص بدفوع مدني الشارقة بعيد عن موقع الإدارة نفسها عشان نستفيد من البيئة الابتكارية اللي موجودة الشركات التكنولوجيا الحديثة وبالفعل كان فيه مخرج واضح جدا اليوم تم تسخير الواقع الافتراضي تقنيات الواقع الافتراضي إنترنت الأشياء بإيجاد نموذج تدريب خاص بالأطفال يبني سيناريوهات وتم تحت تسجيله كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد مثلا هذا مخرج واضح من وحدات التنظيم التطويرية اللي موجودة في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة طيب هل يمكن توظيف كذلك الذكاء الاصطناعي في أدوار الإدارة العامة للدفاع المدني؟ نعم يمكن أن تقسم العملية لها وظائف يمكن أنك توصل بعض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي هناك ممارسات تم التعرف عليها من خلال مركز الأبحاث وجود ورش جدا مهمة مثلا نستخر الذكاء الاصطناعي في موضوع التنبؤ استقراء البيانات التاريخية الموجودة ورص التغيرات الحالية الموجودة أني أقدر أتنبأ بالحدث قبل أن يحدث الذكاء الاصطناعي يمكنني ساعدني في الموضوع الذكاء الاصطناعي يمكنني مثلا نخلي جهاز يقرأ لأنه يرى سيارة دفاع مدني أو معدات دفاع مدني آليات تمر في المكان الإشارة على طول تتحول إلى خضراء فلا تحتاجني أني أتواصل مع جهات معنية عشان موضوع الإشارة المرورية عشان أسهل مرور فرق الإطفاء ووصولها في زمن قياسي مناسب لحماية الأرواح ذكرتي جانب المعدات والآليات المعدات اليوم في تطور مستمر وحكومة الشارقة كذلك وفرت أحدث الأجهزة والإمكانيات لإدارة العامة للدفاع المدني لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل هل هذا كذلك في المقابل يتطلب كذلك تطوير منظومة التدريب بحيث أن هذه الكوادر تكون قادرة على استيعاب كيفية التعامل مع هذه الأجهزة للوصول إلى أفضل المخرجات دعنا نأخذها بموضوع أوسع اليوم قسم الاستراتيجي مسؤول عن إدارة التغيير في المؤسسة في الإدارة العامة للدفاع المدني مهما كانت يجب أن يحدد مدخلات هذه التغيير تأثيرها على الفرق الموجودة وفرق العمل الموجودة في الإدارة العامة تأثيرها على العمليات تأثيرها على المعدات تأثيرها على الآليات الموجودة ويضع الخطط المناسبة لتقليل هذا التأثير عشان نحافظ على مستوى التمييز اللي وصلنا له ما يتأثر ونجهز رجال الأطفال للتعامل مع هذه المتغيرات قبل تطبيقها في الميدان مثلا نأخذ تجارب نقدمها بمركز الابتكار مثل ما قلنا نأخذ تجارب لتغييرات معينة في معدات معينة في آليات معينة لين ما توصل لمرحلة النجاح بعدين تدخل في الميدان فمثال على ذلك بعد تم تطوير آليات الدفاع المدني قبل كنا نطلب آلية خاصة بالاطفاء آلية خاصة بالتعامل مع المواد الخطرة آلية خاصة بالإنقاذ بعد تعرفنا على أفضل موارسات طبعا بأصحاب العملية نفسها مثل في إدارة المراكز وعندنا في الدفاع المدني تعرف على أفضل موارسات زيارة الموردين العالمين اللي موجودين تم دمج هذه المواصفات في آلية واحدة فقط هي آلية تتعامل مع المواد الخطرة تتعامل مع حوادث الحريق تتعامل مع عمليات الاطفاء اليوم هذا الدمج لا تأثير كبير لجب أن يكون رجل الاطفاء مستعد للتعامل مع هذه المعدات يجب أن يكون عمليات السابورت أو المساندة قادرة على إصدامتها وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر فهذا تغيير بسيط أنا وستتكلم عنه كيف لازم نضبطه ونخطط له عشان ما يتأثر لا رجل الاطفاء ولا مستوى السلامة في إمارتنا الحبيبة صحي اليوم حتى ربما اختيار رجال الاطفاء هو تحدي بحد ذاته كون أنهم يجب أن يتمتعوا بمواصفات معينة سواء من ناحية البنية الجسمانية أو من ناحية كذلك القدرة على استيعاب متطلبات ووسائل عمل الدفاع المدني وغيرها كذلك من الاشتراطات المهمة ونثني على هذه الجهود في الحقيقة المشكورة التي يقوم بها أفراد الدفاع المدني وضباط الدفاع المدني في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة اسمحي لي كذلك قبل الختام ذكرتي جانب مهم يتعلق بالمدخلات المخرجات ذكرتي كذلك هناك متابعة لكذلك نتائج تحديدا القيام ببعض المهام التي يكلف بها أو التي تكلف بها الكوادر الخاصة بالدفاع المدني ماذا عن مؤشرات قياس الأداء هل هي كذلك من ضمن تحديداً الوسائل التي يتم استخدامها لقياس الأداء أو لتعرف على النتائج كذلك؟ صحي مثل ما قلنا العملية التخصيص التراتيجي لها مدخلات واليوم دولة الإمارات تطمح أن تكون من أفضل دول العالم فمن أحد المدخلات يجب أن نتعرف على مقاييس العالمية الخاصة بشغل الأطفاء عندك من شركات مثل الـ FBA هذه مؤسسة عالمية تعني بالإحصائيات الموجودة في الدفاع المدني راعي أبني المستهدفات بما يتماشى مع الممارسات العالمية عشان أحدد التنافس والرياضة الموجودة في إمارة الشارق للدهاز الدفاع المدني فاليوم المقاييس والمؤشرات لها أدلة تبنى على أسس علمية تحول إلى معادلات تحدد أدوار ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية في تحقيقها تتابع بشكل دوري ومنتظم وتضع حقائق لمتخذ القرار تسهم بصنع القرار وإيجاد البدائل لتسهيل عملية اتخاذ القرار لدد قادة الدفاع المدني في إدارة الدفاع المدني الشارقة أنا أشكرت جزيل الشكر لأستاذ أمين الحموادي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في الإدارة العامة لدفاع المدني بالشارقة وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله شكرا على الاستضافة الجميلة وشكرا لك وقتك شكرا على المشاهدة